حكاية اللي جاية دي حكاية هزت العالم هزت العالم استوى رياضي وسياسي واجتماعي وكل شيء وكل شيء الراجل النجم الكبير فينيسيوس جونيور نجم نادي ريال مدريد كان بيلعب مع فريق مبارح قدام فالنسيا في الدولة الاسباني المباراة اللي اخسرها ريال مدريد بهدف دون ارد قبل ما احكي لك الكصة والرواية فينيسيوس من اول الموسم يتعرض لعنصرية مبالغ فيها في الملاعب الاسبانية وغير الملاعب الاسبانية مبالغ فيها المباراة دي على فكرة اضطرت فيها فينيسيوس مبارح فالناس بدأت تتعاطف مع فينيسيوس حتى المنافسين برشلونة بيتعاطف الفرع الاخرى في الدول الاسبانية تتعاطف حتى فالنسيا اللي جماهيره عملت هتفات عنصرية ضد فينيسيوس مبارح تعاطفت موضوع بأدمه تقيل اوش تقيل اوش دول متقدمة وعظيمة وكبيرة فيها حاجات زي كده غريبة جدا في ملاعب كرات القدم يعني تعالوا نشوف الحكاية كلها كلها من اولها لاخرها يلا بنا انفجر البرازيلي فينيسيوس جونيو اللاعب ريال مدريد خلال مواجهة فالنسيا في الدول الاسباني ولم يتحمل ايهانات العنصرية التي تعرض لها من جماهير الفريق المنافس ليدخل في مشاهدة مع جماهير ثم شجار مع لعبي فالنسيا وانتهى به الامر خارج الملعب بعد تلقي بطاقة حمراء بعد المباراة سأل احد المشجعين فينيسيوس هل ستعدهزل الجماهير على شرطك يقصد اشارة الهبوط وكان رد اللاعب البرازيلي قاسيا وقال هو انت غبي قال له كده فينيسيوس واصل انفجاره بعد المباراة وكتب رسالة عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي ان الامر لا يحدث للمرة الاولى او الثانية او حتى الثالثة ولكن العنصرية باتت امر طبيعي كما هاجم ربط الدول الاسباني بسبب عدم التدخل في كل مرة يتعرض فيها للعنصرية طلق فينيسيوس جونيور بعد ذلك دعما كبيرا من كافة عناصر اللعبة والبداية جاءت من رئيس البرازيل لولاد سيلفا بعدما طلب تدخل الاتحاد الدولي فيفا لاتخاذ قرارات راضعة ضد العنصرية ريال مدريد قرر تصعيد الامر وتقديم شكوى الى المدعي العام ضد كل من تثبت عليه العنصرية ضد فينيسيوس بسبب جرائم الكراهية والتمييز بناء على حكم القانون الاسباني من جانبه اعلى النادي فالنسيا قراره بحظر دخول المشجعين الى الملعب مدى الحياة على من يثبت قيامه بعنصرية ضد فينيسيوس جونيور مع تقديم التسجيلات المتاحة لهم الى الشرطة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه المطورتين في ذلك شافي هرناندز المدير الفني لنادي برشلونة لم يفوت الفرصة وقام بدعم فينيسيوس جونيور في المؤتمر الصحفي الخاص بمبارات برشلونة وبلد الوليد قائلا العنصرية قضية تربوية ويجب التصدي لها باقوى ما لدينا لانها امرا سلبيا للمجتمع ككل كما ازل الاتحاد الدولي لكرة قدم فيفا بيانا رسميا اعلن خلاله الدعم الكامل لفنيسيوس وانه يجب التصدي لاي عنصرية في عالم كرة القدم تبياس رئيس رابطة الليجة الاسبانية كان له رأيا اخر فيما تعرض له فينيسيوس جونيور حيث قرر انتقاد اللاعم نفسه بسبب وصفه اسبانيا ببلد عنصرية واتهموا بالتهرب من عديد الجلسات لمناقشة كيفية التصدي العنصرية وهو ما اخضر فينيسيوس كثيرا اللي يرد عليه بدلا من مهاجمة العنصرية ظهرت للتهاجمني صورتك اهتزت امام العالم تبياس اصلا شخصية مسال جدل دائما يعني ريال مدريد انتقد سلبية ربطة الدول الاسباني في بيان رسمي بعد تصريحات تبياس حيث قال ساهمت سلبيته في عجز لعامنا فينيسيوس وعجز الحكام عن التصرف بحزم وتطبيق البرتكولات التنظيمية هذه السلبية تساعد في عدم التصدي للعنصرية بحزم من جانبها تكسف الشرطة الاسبانية محاولتها في الوقت الحالي من اجل ارقاء القبض على العناصر التي قامت بمهاجمة بنيسيوس جونيور بشكل عنصري في انتظار اصدار بيان رسمي بالوصول الى المعتدين قريبا طيب طيب نروح نشوف دعم اللاعبين حول العالم لفنيسيوس جونيور بعد مباراة فالنسيا اول واحد كان كازميرو كازميرو قال بشعر بالاحباط وحزين للغاية لرؤية كيف تتقرر حلقات العنصرية مع زميلي فينيسيوس لا يمكن التسامح مع هذه المشكلة لتتجاوز الرياضة وتؤثر على المجتمع بأسره وان يذهب المخطئ دون عقاب الظاهرة رونالدو قال حلقة كديدة من العنصرية في الليجة الى متى طالما ان هناك افلاتا من العقاب وتواطئ ستكون هناك عنصرية ومن غير المقبول ان الحكام والاتحاد والمسؤولين لا يتخذون اجراء وان المشجعين يصفكون لمثل هذا العبس هذا يكفي النجم اشرف حكيم المغربي لعب بريسان جرمان قال نحن معك اخي كريم بابي قال انت لست وحيدا نحن معك وندعمك حتى النهاية ونمار قال استمر يا اخي وكاكل برازيلي الكبير نشرة قلب مع صورته رفقة فينيسيوس جونيور اما ايدرسون حارس مرمى منشستر سيتي فنشرة صورة قلب رفقة ايضا فينيسيوس